قصد انك تخط بدعة طم من المال ايوه صح وجرام سكر على مشكلة ده بكتب على الخلفية الشهر عندك ايوه اتنين كوب لبن وذيه متابع شوب نمز والله نمز انا انا عندي برضو كده فانت بقى الناس بتقبل منك ايه؟ ايوه ماشي انا ممكن يكون انت بالنسبة لي اعظم واحد في العالم ايوه ولكن بحبك ونافت غيرك صح ممكن الناس تحبني ايوه بس هو بيحب مني حتة معنا حتة دي او حتة دي ونقر حتته صح اللي يعرف حتته يمشي فيها وما يزحمش على حتة غيره ينجح فيها ينجح فيها انه نصدقها صح انا كده انا كده هو ده الموضوع مش انت بقى اصلا اصلا انا طبعا بقول مثال يعني ايوه ايوه انا بتكلم اسلا عن الكنافة انت مثال في ناس لو اعمل ايش دعوة مش هعمل كل حاجة انا هعمل الكنافة حالما اه وانا بتاع كنافة مس انا متميز هنا صح نفس الكلام على الذكرة عندنا في المهنة الشيف دايما الناس بتقعه انه هو الوامن شوه الحلوان الخباس بتاع الشوكولاتات بتاع الاكل السخن بتاع الاكل الشرقي بتاع لا طبعا اصلي فرق من بيعرف يعمل وانه متميز ايوه ايوه اي دي اللي بتكلم عليك انا بقى نفس الكلام في واحد يقولك انا الشيف دي نعمل كل حاجة انا علاء انا مش حلواني يعني انا مش بروفيشنال في التورتة مش بتاعتي بس اعرف اعمله طبعا اكيد بس يميش بتاعتي لكن في الاكل السخن انا بعمله ولو انا مغموا دعين هشتغله لاني بتاعدي وشغلتي واكل ايش كده ففي ناس بقى قولك اي لا ماينفعش ان انا بكون بتاع اكل سخن بس انا عايز المن مبا كله في ايدي هو ده بقى فهنا بقى يبدأ ايه فكرة التحريف بقى كل حاجة يعني ده انت احنا بنتكلم في ايه في التخصص التخصص اساس النهضة في اي حتة في العالم صح صح ان انا دلوقتي انا يخش عليها في الاستوديو حد يشوف مهندس الصوت شغل مهندس الصوت اللي بيعمل بيزبط الصوت ايه يقول يا جماعة الراجل اللي بيشتغل خمس شغلانات ايه ازاي اللي بيلحن يقول له بيلحن انت بتستغل حاجات كتير ايه كل التخصص لو كل واحد يتخصص في كل حاجة التخصص والتصنيف صح يعني انا دلوقتي انت مصنفني مغني ايه تيجي تصنف واحد بيعمل اغاني مهرجانات تقول مغني لا فتقول ده هابط لازم تقول ده هابط ساعتها ليه صح ما تقرمش بي 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 افتحتوا زمان بقى كان الناس تقولك ده مغني ايه ده مؤدي ايوة صح ده بيقدم شكل كده بقى صح صح ده بقى اللي هو الايه التصنيف ايه والتخصص انا احمد بتاع الحتة دي ايوة ما ينطش على حتة غيره وهو شطر فيها فلازك نجح فيها صح ده ناس بتنجح ايه بتنجح في شكلهم ايه كمغنيين او كمزيكة يزغل العين واحد تتحدثين ودي مش حلوة ايه مش حلوة انا هو عارفوا ساعتها ايه مش حلوة مش سكت حد ايه يعني هو احمد ساعد واحد بس عشانه اصرحه اوابع والله العظيم الثلاثة والله يا جباه عمد بجابله وعلى فكرة والله مع الشربي انا بحبك بس عايز اقولك ان انا اه صاحبنا كلنا اكيد ان تعرف الناس كلها طبعا كل واحد بنسمع مزيكة كتير جدا ونسمع طبعا ان فيدي بيسمع مزيكة وفيه بيحب الشعبي والشرقي انا لسه مش حد كنت متكلم مع حد من كام يوم بقوله يا جماعة انا ماريش في المزيكة اللي هي ما بس معرفش اسمحها وانا اصلا دايما اسألة صريح دايما في العربي عندي اللي امي مشغل محط القرآن الكريم متشكرين ويوم احب بسمع مزيكة فيه كام واحد كده بسمع له بالأسف الشديد يعني ان حضرتك انت اللي بغطر عربي عمل عقل اسلام لانت وعربيتك والله يا مزيكة طبعا دي حاجة اللي هي كويسة جدا انا بحبه والله العظيم ما بجملك ارجع الايام زمان ايام الشعبي لو احنا ببقى احنا شرقيين فمش كله اسمع مزيكة انجلش او مزيكة فيها مش عارب ايه انا بحب دايما يعني مثلا تعالى سمعني ما هو اللي حصل لاصمر اسمعه لحد دلوقتي عم احمد عضوية اسمعه لحد دلوقتي فيه ناس من حتة دي اسمعها ده الشعب الانسبالي اللي تربينا عليه عمل لك ايه حيارتيني الحاجات الحلو بتاع زمان دي انا شايف هو ده الشعب الانسبالي اكعراق فاجرة الجديدة بيطلع حلو جميل وما قدرش اقترض لحد مش مشانا اللي الاعترض او مشانا اللي اقول حلو او واحش بس مش سكت الناس كلها نجل نتكلم بقى على اليومين دول او على الناس بس انا عايز نتكلم على النقطة بس دي عشان مهم عشان انا عايز اقولك وصفة في الحتة دي هتعجبك قولي الوصفة بتاعتك يعني لو انت عايز الوصفة بتاعتك الموسيقى تلقيها ايه بيرتبط بالزمان والحالة اللي انت فيها يعني انا ممكن اسمعك حتة الموسيقى دلوقتي البيت هوفل تدائي منها جدا بس ممكن ااخدك على حتة في البحر مش شكل منظر مش عارش ازي واشغالها تبقى مناسبة جدا صح 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 فلازم انت تيجي تسمع مثلا مهرجانة انت جاي تسمعها انت تشغل في العربية انت موضي وقت تجريك عم الشغل في وقت غروب وشاقيام في الحر ولكن في فرح بتروحه بتلقى دلقى 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 انا قصد اقولك كل وقت دي قدينه مرتبطة بالحاجات انا ساعات انا عمل لك حيارتين والحاجات دي ساعات وانا بسمعها ببقى يعني في قمة السعادة تلاقيين ساعات تانية يا عم حول حول مش وقته صح فهو الوقت اللي احنا بنسمع فيه الحاجات مهمة اول مهمة اول اللي عايز الوقت ده انا عايز وقتك ان انت تتكلم في ده اقولك ايه حاجة على مزاياك انت انا مش هطلب بينك حاجة لان كل هتقولوا كله انا عارفوا وعايزوا حاجة على مزاياك انت انا عارفوا انا عارفوا انا عارفوا انا عارفوا انا عارفوا ؟ هده ب키 احنا احنا لبرك لايه لك هدنا انا عارفوا وتات الليلين من غير أماني ولا حد بيسأل فينا مشينا ودينا من غير أماني ولا حد بيسأل فينا وتاني الدنيا غدارة بتغضر كل يمبينا وغدارة وتاني الدنيا غدارة وتاني الدنيا غدارة وتاني الدنيا غدارة سابلينا وليالينا الليالينا التهيب بينا الليالينا الله الله حقيقي الله يعني هقولك ايه بسلحني معك عم العالم عم معصر بس مع عغانيك كتير بتوديني في حتة كده حتى لو مش عغانية بتاعتك كنت تغنيات دلوقتي بتوديني في حتة كده حتى لو انا والله العزيم ممكن تكونش عارك فيلي بيغني عغانية على بعض اغاني التالية مش دي بحب اسمحة منك بفكرة اللي انت البحة بسموها او النبحة ما عرفش بسموها البحة اه انا مش هجمل انا مش هجمل البحة دي اللي هو الصوت نفسه الصوت نفسه اه في بقى مثلا حشراجة ايوه عوادم في سنة عوادم اه الناس رمية مخلفات اه تاكل اللي بيطلع من البحة هو ده بس البحة الحروة بتاعتك بسم الله ما شاء الله اللي ما فياش عوادم بسم الله ما شاء الله اه اه اطلع فاصل يا عام الحاجة اه 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 ملحا اه 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 البطاطس ماشى يا مدين حللا هتبقى عندك الكفتة نفسها ما تعمليش حاجة اه اه انا بقى في الكفتة على دايما في ثانية طبعا بتقطع الفلفل داليا يا بيشا ميه ماشى طب قل لي هتامل ليه زي ما انتم شايفين الزبدة ما تحطيش ثلاثة زبدة ما تفتيش هم اتنين حطي اتنين زبدة ايش خليهم سيحوا معرفسوا مشوية حلو الزبدة الاول زي ما انتم شايفين الحاجة بتسيحوا بعد كنتم بتوابدوا الحاجة وبتجيبوا حاجة جهزة من تحت الترابيسة هتعمل فول زبدة لا هعمل شكشوكة شكشوكة حلو اول هتعمل شكشوكة على الصحور بس في نص الحاجة افكر ان انا بعمل ايه حط عشان منسقتش بعدين افكرها ان هي تكون حاجة اسكالوب ولا بتاع طيب احبا ساعدة جماعة هعمل لكم شكشوكة على طريقته الخاصة لحضراتكم تعملوها في الصحور ان شاء الله مقادير مظبوطة تستعالي جدا انا هدوق وربنا يستعالها معايا ان شاء الله وكل الناس اللي يقفين معانا اكيد هيلحقوني لو حصل اي حاجة هو هو اللي جاي من الناس معاها عشان يلحقوني لو حصل حاجة ايه شكشوكة ايه تانية يا فنم هي نسبة الطلاقة هتعلف مصر بعدين ما حد يعمل ما حد عمل الشكشوكة انا عمل صحور اي صحور بس ماشي هتعمل صحور اه شكشوكة على مزاجك عمل شكشوكة وفول شكشوكة وفول حلوة انا في حاجة مش حافة قدامي ايه انا خيافة شكشوكة اه الحمدلله والله العاصيم توقعت ان انه فيش بوت قدامنا انبليش فيليش معي عادي موجودة التاني السد عادي اي حاجة من كسطرات قطائف اي حاجة تنشي عادي حلوة بتحب تعمل الشبشوك انت على مزاج رايق اه بالدندم انت بتطبخ ولا انت وانا بتندم في حاجة تانية وبطبخ في حاجة عادي بس ممكن ان انا ببقى انا ببقى بجد والله لان انا ببقى مجغول جدا في موضوع يعني في الطبخ ببقى يعني باخد كل حاجة بحاجتها في وقتها اه يعني تقعد بقى تقعد تقلب على السمسة احبش الفناني عطاني وانا بطبخ يعني احمد الفنان ايه يقولي ايه احمد اللي انسي اه لا انا وحب لما بحب بطبخ ايه تديني بقى ايه تتمزج وانت شغيل اه امزج في موضوع لان الموضوع جميل اول الطبخ اخدارك هو ايه والله العزيب لانت جد انا سيح سؤال صحيح بجد قولي دايما لما اعمل اكل بجعان جدا احب يعملوه بمزاكس اه بحب يشكلوه وانت جعان تعمل اكل كويس قوي واطلع كويس ومتاكلوش هقولك حاجة معرفش لا هتتدقلي ولا لا اللي بيعمل اكل بيكلش لا الله والله العزيب مبخصدرش يعني اللي بيعمل اكل بجد حلم ولا عشان هو اخايف وعارف انت هو الوحيد اللي عارف اللي حصد وهو يخلي اللي يأكل ويبقى انفرق عليه لا 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 هو دايما فيه ناس كتير جدا انه تعمل اكل على مزاجها ما ليقولش بك هد نحب اكل الناس انا واحد من الناس دي على فكرة احب اعمل اكل يقولش منه اه وحب اخلي صحابي لا يعني نفسك من المسم من الديمن واقف على البتاعه وبتست على طول خلاص بقى زيت زيت انت كل حلة بتفتحها بتاخد منها معلقة فعالاخر اليوم بتنفسك انت خلاص قفلت المصلحة مفيش تاني اه انت عارف احنا فيه بيننا عام المشترك اه احنا الاتنين لما بنعمل حاجة بالنسبر والله بالظبط عشان كده احنا ممكن ندكل دي بديه ايه رأيك لما انت تطقطق وانت بتطبخ غني ايه رأيك ماشي يبقى انا كده لو انا لو انت قلت اه الله على الغنى يبقى انا تمام واحد ماشي لو قلت الله على الاكل يبقى انا كده ما انت لازم تغني انا لا دا انا ضايع وانت عارف اخوك اعين ضايع ضايع من متك شفت دي لا الهزة دي احنا فيها لا سنس فيها سنس حلو طيب هتهزك انا على فكرة لو عملتها مش هعرف انت خبتي ديك بس دي عامك انتصى معك بقى اتحولت يعني قلقت لا والله دا انا بس بقلبلك البصلية بتاعملها دي انت تحبل فلفل حار اوي صح كده اه وعشان كده قلت يا جماعة هتقولنا فلفل حار وبص النزلة بقى نكز يا مخرج الله يهديك شوف الشوت ده عمرة بتاعدو حياتك من مريالة الصفرة والمزاج العالي يالله يالله بقى محدش يقطع معها في الكلام اديكو شتة كتير انت باعمل ايه شك شوك يا فني حالو كنتم بادكو وفي حاجة صراعية او بيعملها هو وشغال بس انتم شاعدين بالكو ما في حاجة راح جابها الا مرجحها مكانها ده تعبير والله العظيمة بحظر اكسم بالله تعبيره هو منظم عن مثل واحد غيره يحط الفلفل وحاطر بقيته هنا لا مشانا لا ده بيرجع وبيروح وبتحرك وبيروح هناك وبيرجع انا عارف انت برنامج الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا هتبقى وعندكو مسميت حد يعيش حقيقا طب حارو انا في سؤال جالي قلني دلوقتي من حد بيحبك اوه قال لي سأله وفكره لما كنت ببورس عيد او واحد بورس عيدي وانت بتغنب فرح ثانية واحدة عشان الزبدة بقت قليلة شحت معايا شحت انت قلت له ايه وبرت له على الرجل قالك ايه بس انا الناس الشعب من مصري طبعا مشهور بإفهاته طبعا انا بغني اغنيت بتعير فقوله بتعير رحول عمسك المايك قال لي ما عاش ولا كان اللي عايرك يا فنان ده بجد هو هو طبعا ما عاش ولا كان اللي عايرك هو زحدان علي وطلع ومسك المايك بجد عمزة الرجل اللي تلعب لكده برضو قالك والنعمة المنشاربة مش تجرش على صوتك هو ناس التقييمة دي كده برضو لا لا اخبرك احنا شعب يحب الإفهات قوي اه طبعا مددل علي ايه انا عن نفسي قلبان ايه الشكشوكة الشكشوكة ده ملح انت عندك طماطم نقصاك يا باشا وعندك كسبرة وبقدونس بس ااخد بس ايه شوية لمحة البصل ماشي عايزت خليها تدبل شوية عايزهم ايه لا يدوني ايه التست بتاعها ماء بالزبط ايه بالزبط دي زي كوبتين ملحة كده طب قولي راح هتجيب ايه انت هبدل علي ايه هبدل علي ايه هبدل علي التماطم التماطم ماشي بس يعني مدي البصل فرصتها ماشي حلو بحس اني مرزلمش حد اقلب ولا تقلب انت لا انت هتخش عشان تبقى انت اللي عامل لا انا ايسا اطلع براها اطلع براها هحتاجك هحتاجك في الاخر حلو بدي كده خلاص دبلت اطلع بفس卅 الجي على انت اللي web تصلي دافيب عامل ايه باسمع البصل ب Philip بصل ايه ا Vir disposal كل واحد شغله بيضغي علي طبعا 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 حد ذلك ن انا احكك ايه بيتVI انا اي حاجة كده يا او عتقل�장 ماشي انت عارف ان احنا برك الحلقة مابيش عندنا مونتجات والكلان ده كله انا انا معمل الاكل دي في كل كنهوه في كل كنهوه في كل كنهوه في كل كنهوه الطبخ كل برمج الطبخ بتطلع دايما انت عملها دار علي يا رب عني يا رب وبسرعة يا رب تعالوا لي بقى البهارات ايه بقى ملح الله ليش بص دي بقى كل احد دي بقى الاسلوبه اه صح لا كلامك صح بدي انا لو افهمك احط منك بس انت ايه بقى دي بقى هراب مشاكل انا مشاكل مشاكل تديله مش هتقول لا اهو بتعدد تستماشي كده كفايا حالو ده كمون دي كسبرة دي شطة كفايا شطة وحياة ابوك انا مش خايف انا خايف انا مش خايف انا خايف بس يعني انا معاش ركي ناكوه بس كالشطة بطير هو عارف انا بحب الشطة بعمالي يد شطة ماشى انا فيك الى الزبدة دي بطير ولا ايه لا يا زبدة مش بتطير اهو الخضار اللي شرب الزبدة يا برينز ماشى اه يعني الخضار شرب الزبدة انت حطبت 2 جنيه زبدة دلوقت خضار الواطى ماشى عايزين ده كمون برضو مش هيقول لأ لأ مش هيقول لأ طب عايز البيت طب نضربه نقاطين بس يعني ايه؟ اه دعلي شوية اديني اوه لمحة اديني وضعي ماشي واتاني حلو بص داخل ايه جاي بالبيت وداخل علي اللي هو يعني ايوه شو اللي فنادق ده فندوقي اه فندوقي انا راجل فندوقي بص يا معلوم قولي اولا احنا هنا ايه؟ احنا كده يعني حطينا البيت ولا هلوحت هتودي البيت في ايه؟ اقسم ما لايش شكل بيجرب فيها الاكل انا هزله البيت انت هتزلين هنا بيجزله لا بس ايه عايزه ايه برضو ايه؟ تقليبة حلوة بقولك ايه يا معلوم هو الشيف لما يتسل اه ده عايد فيه؟ لا مش عايد بس يعني انا وانا بعمل حاجة كده مثلا اروحت الدايق الحاجة عايد؟ المقريفة بس لا مش عايد انك انت الدوق بس انا هزل اقولك على حاجة صغيرة حلوة قابك احنا دلوقتي الحلقة دي بتزع الصبح وانت عارف الناس صايمين فعادي جدا انا وانت بوك ان ندوق دلوقتي بس الناس هتفتر عليهم يعني هتقولوا يا جماعة الناس هتفترين دول عالصبح طبعا فاخت بالك من دي انا بقولك ليه عشان عاربك عداي الله ينور عليك انا نورك على دي دي حاجة في حاجة تاني هقولك عليها بقى مسألت ليش انت السؤال دي يا برينس ايه الرمية دي ايه ايه اللي انت عملت انا عارف البيض خلاصه ايه انا عارب البيض خلاصه ايه طب ايه بتبعب تبيدي بعيد لين هقول له البيض هتعلم دلوقتي ماشي الغطى الغطى بوسي يدك الغطى هو جمي منك ههو وكده بوسي بقى انا عايز ايه اللي يحصل هيبدأ الموضوع ياخد تسويته انا عايز البيض يبقى من فوق مستوي حلو فالغطى ده هيقمره بخار بخار حلو وعايزه من تحت ايه استوي برضه اكيد فالنار من تحت والبخار من فوق هيسويه هيديني شكل ايه الاملت حلو اوي يعني انت تعمل الشكشوكة بس الافرانكا مش تعملها مضروبة ببعضيها لا هتخلزم هيني دلوقتي انا شكشوكتي فيها يعني نوع معين حلو ايه انت عايز تكون بتحبش صفار مظبوط اهلا بيك في الجنب ماشي انا بحب الصفار خش خد النص بحب مثلا كل حاجة موجودة عندك بالطبع حلو مش انا بقى عملت الشكشوكة بقى هتاكلها صح او مضروبة كلها بخلاته بتاع صح انا ممكن اعمل لك ملوخية تاكل ورق بس منها شوف انت هو اتقمر الشخصات الجيف لا اصبع ايه هانا ابتك ايه هانا ابسك هلدوا التليفون معانا ايوا مدن مديحة ihema معاك مديحة من قاهرة بحب اقول حركة دي اتحب فد اقسم ب الله هنقول ايه هي يا مدن منال وتلاقييه بيبُص في الفوق ماعرفش ديه ماعرفش ديه ببص فيه دعو دعو ماعرفش ديه ببص فيه بقول اهلا وسهلا بك يا فاندم زي حضرتك عاملة ايه ده تاطيط طبيعي اه وكمل عادي فتلاقي واحد تاني وان حعولك الزبال اه يا فاندم زي حضرتك تعمل ايه وضفر الصوت الصوت مكالمة انا نبسي ايربيس فو دينا فتتسمع على الطبيعي اوي يا خلققق باحتك اه 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 هي ام يا شغله وشغله وصعد لعه انا عايز بس اه بس عولك على حاجة برامج الطبخ هي فيها فكرة الناس كثير جدا بتعلم منها كل حاجة بس الموضوع بدأ يبقى موضوعش بقاش في برامج الطبخ بس بقى فيه ناس اطلع تعمل اكل عادي جدا وهو اصلا بيعمل اكل وهو عارف ان هو مش اكل عاستوطي عاستوطي النار بس انا اماش انا معاك اوه هو بيعمل ايه اصلا يعني هو بيعمل اكل عادي جدا بيعمل شوه وبعد ما يخلص اللي بيقلبه وتعالي اطلع فاصل ويحبطلع واحد تاني ايه راك في الكرام ده ايه راك في الكرام ده ايه راك في الكرام ده ده انا بشوف الموضوع ده فظيع يقولك المستسوية معانا تاخد تلت ساعة خمس دقائق ويرجع بيها ازاي والتلت فين والزمن وفيين الوقت واحنا احديتنا بشوفك اصلا بناها ساعة معلش بس انا عايز اقولك انا مسلا انا اقولك حاجة يعني انا مسلا ساعاتها عدي كده عندنا من الريسيبشن الاقي امي بتتفرج على حد بيعابل مثلا ملوخية حيلا عارفها كويس وعارفها كل طريقتها انك ليه برضو بتتفرج عليها الناس في البيوت البرامج دي بنسبالها بقت هي يعني حاجة مسلية ايه لان هو مش حاجة بس مسلية هو هي الست البيت معظم وقتها حتى لو بتشتغل في المكان ده فاي حاجة بتدوك في المكان ده بتفرج معاها بتفرج معاها كتير بتتفرج على حاجات هي عارفها ايه بس هي بتتفرج على مثلا طريقة على حاجة زيادة على حاجة زيادة على روح جديدة لان هي فيه ناس فيه ناسك عندنا في مصر يعني بتاخد شطرتها من اكلها صح بتاخد سطها من اكلها صح تقولك ام مش عارف ام محمد ما دوقتش الملوخيات بتاعتها صح يعني بصي وصف كامل ايه واستئة البطيطة بتاعت المفلان مع عمرك في حياتك من تكون البده انظام انا هطلع ايه اهلا بيك اهلا بيك انا اقربه لك انا سيدي ايه سيدي اقلبه لك طبقة ايه ما يكوني بتغرف الطبقة ازاي سيدي اقمر ساعد ممشيبك النهاردة اه فول ولا ايه خيالك اه خيالي لا انا بقى خلاص اقول لك ايه هلوشكشوك انا 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 كذراودي هاردي اثبت شغل اللي عملت دي والله هلت اللي عملتها تاني عوق لك لانطبق اللي عمل فضلش لا اهلا اهلا ما تجدنش في حتة اهو. ايه ده? ده الجرنش. طب والله لحتو حلوة اكسم بالله اللي عايزين لحتو حلوة. سانية واحدة بنجي. انا معاك اهو. عايز تحط ايه? سانية واحدة نتضب المنجي. منيضك ايه بس اقول لي. شلما على طندي حبيبي. اهو. 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 ده ده تخطب المنجي ده ولا? لا يتحط في النيش يتحط في النيش نيشي ده سحور الناس كلها كل الناس تاكل من ده وحلو ولا يكون وقفت صجر ومن العوض ورب الله يصطرح علينا حلو الكلام انا كده اتراضيت من المطبخ امسك الحديدة ده كده السودة شغالة شافيه انا مش شغال انا في الغلم ازيتا مش شغال سي 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 دي كرهتني في حياتي ايه سي سي نفس عارف ليه سي 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 ايه هي سي سي؟ انا عايز عارفها هو انا بيقول تيست السين دي بيجيب التريبل اه مش بتلاقي دائما عربيات ماشية فده بتخليجي سي الهادع بيجيب البيز انت تقدر تعرف من كده التحول التحول حيوة حلو الكلام انا وقت الطبخي خلص معي انا عايز اخليك تديني حاجة كده على بازالك برضو اخيلة ومش هتعبك بس حاجة ليه يا ربق انت تب تطلب انت تطلب الناس بتطلب منك تطلب مني اطلب ايه اطلب ايه لحمد سعد ولا اطلب ايه او مرة تسئل السؤال ده عايز ديزرت ولا عايز حاجة حدقه طب بس سمعني حاجة حرشة حرشة حلوة دي طبعا حلوة دي وبنت عايير اه 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 عاييرك الناس على اسم اللي ما اخترتوش وبنت عايير على زنب اللي ما عملتوش وبنت هنيئة ما وقت توجه وبنت قطع وبنت قطع من اللي بيسو ما يسوش وبنت عايير وبنت سوى على الجنبين وبنت عايير ومش عارف انا اطلع مين محدش عمره فرحني كلام الناس بيجرحني وعيونهم بقت سككين قبل ما علم رجلي تخطي كنت بعلم راسي توطي واخد بدل الكافي اتنين وارضة بزلي وبمر مطي كل الناس شايف اني بعينهم اني اقل واصغر منه اعايش طول الوقت ما بينه بنت عارف جلدي ومتغطي وبنت عايير وبنت سوى على الجنبين بنت عايير وبنت عارف انا اطلع مين محدش عمره فرحني كلام الناس بيجرحني وعيونهم بقت سككين بنت عايير الله 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 حلوة دي حلوة دي بعد الاغنين الحلوة دي انا مش اتكلم معك فهاي ولا هتقابك اكتر من كده وقفتك وتعبتك وقيتلي على الراسي والله العظيم والله شرف لي والله شرف لي ونورتني وحلق ادمها زي العسل لان هي طالعة من القلب واحد نصري بيكلم من قلبه ومش بحتاج ان انت تتكلم بالشقة والسكينة انا مش عشان كده والله انا جاب الشنومي بس ومع اصحابها تبقى تبقى ان ان هو ايه وتشوفشك البرامج دي تبقى عمليه اجيلك فين يا مامو اجيلك فين يا مامو حبيبي بوست يا سيدي انا عندي حاجة بعملها كل حلقة في نهاية الحلقة بخلى تضيف اللي معايا ولو عزيز عليها زي حضرتك كده هو اللي بيختم في كاميرته وبيسلم عن الناس ويقولوهم كنو صون طيبين وبيقفل الحلقة انو عظيم بس خلاص خلاص كده وانت نعناها كده اه اكلم اتكلم وانو سلام عليكم كل سلام طيبين وشكرا وخلاص ما تخليش غم العزيز علي قلبك واقفل انت سلام بعد الكلام السلام المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة